موسيقى بتبادل الأفكار والأراء حول تطلعات المهنية بحضور مشاركين من مختلف التخصصات سيادلة، أطباء، متعاملين سيدلانيين إطارات وزارية، ممثل هيئات ومنظمات مهنية ونقبية وجمعيات ونواب من الغرفتين بالإضافة إلى خبراء وشخصيات وطنية في المجال الصحي والصيدلاني وإعلاميين وتماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى رفع درجات التكفل بالمرضى المزمنين لا سيما مرضى السرطان ارتأت نقابتنا تخصيص هذه الطبعة لتسليط الضوء على دور الصيدلي في التكفل بمرضى السرطان والأمراض المزمنة واخترنا لهذه الندوى شعار الصيدلية نحو ممارسة ناجعة وآمنة تحت الرعاية السامية للسيد وزير الصحة والسيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيتم التطرق لهذا الموضوع من جانبين الجانب الأول يتعلق بالتعاون ما بين القطاعات الوزارية للتكفل بمرضى السرطان والجانب الثاني يتعلق بدور الصيدلي في التكفل بالأمراض المزمنة مع الخروج بتوصيات هادفة ستساهم دون شك في رسم خارطة الطريق نحو ترقية دور الصيدلي في المنظومة الصحية والصناعة الصيدلانية والضمان الاجتماعي من أجل تحقيق تكفل أحسن بمرضى السرطان حيث سجلت للجزائر ما يقارب 45 ألف مصاب بالسرطان سنويا إذ يعنى هذا الملف باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث أعلن شهر جامبي الماضي عن تخصيص 70 مليار دينار لدعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان كما قام بإنشاء تحت إشرافه المباشر هيئة وطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه كما قرر السيد رئيس الجمهورية تكريس إشكالية مرض السرطان كأولوية وطنية توضع لديه لتجسيدها وتقييم نتائجها على مستوى رئاسة الجمهورية هذه القرارات تؤكد عزم الدولة الجزائرية مكافحة هذا المرض الخبيث بكل قوة وفي نفس الإطار فقد خصصت وزارة الصحة إمكانيات بادية وبشرية جد معتبرة لمواجهة هذا الداء فلأول مرة تم تكليف الصيدلية المركزية لمستشفيات بتخصيص ما قيمته 20 مليار دينار لاختناء العلاجات الجديدة المبتاكرة لمرضى السرطان كما جندت 18 ألف مستخدم لمرافقة مرضى السرطان والتكفل بهم كما أن إعلان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منح بطاقات الشفاء للفئات المعوزة من مرضى السرطان الغير مؤمنين اجتماعيا تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية يعد قرارا إنسانيا بالدرجة الأولى يستحق الإشادة به وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني هي الأخرى لم تتخلف عن هذا المسعى الوطني النبيل من أجل ضمان الأمن الدوائي خاصة في أسناف علاجية موجهة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة حيث تم تخصيص سبع وحدات صناعية لإنتاج أدوية السرطان ستدخل حيث الخدمة هذه السنة بالإضافة إلى ربع وحدات صناعية لإنتاج الأنسولين وهي كفيلة بضمان وفرة دائمة ومستقرة في تلك الأدوية تتطلع النقابة الوطنية للصياد إلى الخواص لجعل من الصيدلية فضاء صحي جواري متعدد المهام ومقتنعون تماما أن الرهان على الصيدلية سيساهم دون شك في التخفيف من معاناة المرضى وللوصول إلى هذا الهدف النبيل يتعين علينا العمل على توسيع مهام الصيدلي كما نصت عليه المدة 179 من القانون الصحة 18-11 لا سيما أمت علقا به التربية العلاجية للمرضى المزمنين وممارسة حق الصيدلي في القيام بخادمات مرتبطة بالصحة كالتحاليل القاعدية والاختبارات الطبية إذ من شأن هذا الإجراء التخفيف من معاناة التنقل لدى المرضى خاصة في المناطق المعزولة أين يشرف على تغطيتها 5000 صيدلية خاصة نتطلع كذلك السماح للصيدلية بصرف أدوية السرطان خاصة على شكل أقراص والتي يتم استعمالها عن طريق الفم هذا الإجراء كذلك سيخفف من معاناة تنقل مرضى السرطان لمسافات طويلة للحصول عليها من صيدليات المستشفيات رقمانة الصيدلية إحدى المطالب الأساسية للنقابة لا يمكن أن يكتمل هذا المشروع إلا برقمانة الوصفة الطبية خاصة لما يتعلق الأمر بالمؤثرات العقلية والمخذرات وهذا تطبيقا لأحكام القانون 2305 المتعلق بالوقاية من المخذرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير شرعي بهما إذ يسا يسمح هذا الإجراء بتتبع مسار كل الأدوية في الزمان والمكان كما كان لقرار السماح للصيدلي بتعويض الأدوية الأصلية بالأدوية الجنيسة أثر إيجابي مباشر في ترقية الصناعة الصيدلانية الوطنية وبلوغها نسبة 70% من تغطية الاحتياجات الوطنية ونتطلع ونطمح أن يكون قرار مماثل يمكن الصيدلي بتعويض أدوية المماثلات الحيوية وفق إجراءات وأسس علمية إذ سيساهم هذا الإجراء دون شك في ترقية صناعة الأنسلين وأدوية السرطان التي شرعت الجزائر فعليا في صناعتها كما نطمح كذلك لأعادة النظر في أتعاب خدمات الصيدلي وهوامش الربح الخاصة بتسويق الأدوية الموجهة للاستعمال البشري عبر مراجعة المرسوم التنفيذي 98-44 بما يتوافق ويتماشى مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال 20 سنة الماضية حتى يتمكن الصيدلي من أداء مهامه على أحسن وجه كل هذه التطلعات السابقة الذكر تحتاج إلى نصوص تطبيقية مستعجلة لجعل الممارسة الصيدلانية أكثر أمنا ونجاعة وأكثر تنظيما النقابة الوطنية للصيادة للخواص منظمة نقابية تنشط في إطار احترام القوانين المعمول بها تمثل قوة مقترحات وتربطها علاقات شراكة مع عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية ومنظمات مهنية وجمعوية تدعمت خاصة في الخمس السنوات الأخيرة ساهمت ومزالت تساهم في العمل على تطوير النشاط الصيدلاني عبر تذليل الصعاب ومواجهة كل التحديات المهنية وشاركت بشكل فعال في إطراء عدة قوانين ونصوص تطبيقية خاصة في الخمس سنوات الأخيرة أين نجحت في إطراء القانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المؤثرات العقلية والمخذرات وقمع الاستهلاك والاتجار الغير شرعي بهما كما ساهمت كذلك في تأمين مسار المؤثرات العقلية من خلال مشاركتها الفاعلة في عداد إحكام المرسوم 19-279 المتعلق بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا النقابة ستواصل العمل المشترك مع القطاعات الوزارية المعنية للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية للصيادل الخواص وستبقى كذلك وفية لمبادئها وخطها الوطني في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي عبر ترقية الصناعة الصيدلانية والمساهمة في التكفل الأمثل بالمرضى المزمينين وخدمة الصحة العمومية كما أستغل هذه المناسبة لأعبر عن افتخارنا ودعمينا في نفس الوقت للموقف الجزائري حكومة وشعبا في التضامن مع القضية الفلسطينية وغزة كما أنوه بالعمليات التضامنية التي قام بها الصيادل الخواص فرادا وجمعت للوقوف مع أهلنا في غزة ومواجهة الآلة الإجرامية الصهيونية شكرا ومبارك الله فيكم ومعلى حسن اتباعه شكرا